اهلا بكم في المحور الثاني من حلقة ريلا شغل الرأي العام الأردني بحادثة اقدام بائع بسطة في محافظة إربط علاء الانتحار وهو ما دفع رئيس الوزراء الأردني للتغريد قائلا رحم الله الشاب العصامي أنس الجمرة فقد حاول أن يجني قت يومه بعرق جبينه واجبون مساعدة كل مواطن يسعى إلى إيجاد مصدر رزقه من خلال تنظيم عمله ودعمه للوقوف بطريقه لذا أوجه جميع البلديات من خلال وزارة الإدارة المحلية إلى استحداث أسواق مجانية أو بأسعار رمزية لأصحاب البسطات تمكن البائعين من العمل دون إغلاق الشوارع وممرات المشاة وتلتزم الحكومة بتقديم أراضي من الخزينة في حال لم تتوفر أراضي تابعة للبلديات هذه الحادثة دفعتنا الحقيقة إلى النقاش حول هذا الموضوع ورحب بضيفي ألوسو عبدالله الناصر المدير التنفيذي لجمعية الرعاية اللاحقة أهلا بك أهلا وسهلا بك شرفكم بحضورك سيدي خلينا فقط نتابع هذا الحديث لذوي الشاب المتوفر رحمه الله ونتابع سويته ما حصل معه لي مش قبل بيوم قبل عشرين يوم البلدية مستلطة عليه مدير الأسواق يعني حاط حطته الولد رافع بضاعةه على الرصيف وببيعه وخوانه بيجي عليه إيش في بضاعة غالية موجودة عنده بشيلة تشيلها البلدية بتقولها إلى الأيتام الأيتام شو بدهم في الزنجبيل يأكلوا بيجي بأخذ مثلا في عشرين بوكسة خيار حق البوكسة عشر لراه طب فيه زهر أحمل زهره ليش بتحمل الخيار أبو بوكسة عشر لراه طب ما هنه هضور شراهن بمتين لارو ظلن عليها في الحسبدين مش بدهم بيحل مشان يسدهن انت خطن بتقول للأيتام لحقناك عند الأيتام لا شفناك نزلت عند الأيتام ولا معاك بضعه بأتنى على الطريق وهذا اللي بيصير وأنا بحمل المسؤولية كاملة لرئيس بلدية إربد ولو مدير الأسواق إحنا أولادنا إجمالاً فيش عندهم وظائف فيش عندهم فرص عمل إلا هالمهل اللي هي الباعة المتجولين منهم على بكمات ومنهم على بسطات ومنهم يعني إنسان داير بده يجيب رزقه لأطفاله لعياله لأولاده ما فيش يعني ملوش مصدر رزق إلا هالصنعة هاي أو هالمهنة هاي فهي يعني اللي بلاحله إنه في عندنا يعني صار ضغط زيادة عن اللازم بضاعتم قاعدة بروح على الحسبة بيطلع من الساعة 6 الصبح أو الساعة 5 الصبح بروح بيجيب له بضاعة بـ 200-300 دينار دين من الحسبة على أساس يبيعها وييجي ثاني يوم يسدد حقها مشان يأخذ غيرها فبتفاجأ إنه وبتيجي سيارة البلدية بما معاها رجل الأمن وبيجوا بيحملوا هالبسطة وبزيتوها في هالبكمات في هالديانات أنا هذا الإشي بشوفه بعني يعني مش إنه أنا بتبلع عليهم طب هذا الإنسان هذا الشاب ما بيشتغلش وهذا بيشتغلش وهذا بيشتغلش وهذا بيشتغلش عيد الرحيم بضيفي الكريم والحقيقة بدأ أسمع بداية رأيك بهذه الحاجثة والواقعة والقرار الذي صدر عقب حدوثه فضل أشكرك سيدي يعني بنقول رحمة الله عليه أنس تغريدة دولة الرئيس على أساس أنه ترحم على قضايا أنه لابد أنه البلديات يكون إلها الدور فاعل وأكبر لتمنى أنه يترجم ويكون على أرض الواقع وحتى لا تصبح أو لا تكون مجرد تغريدة ما سمعنا حقيقة يؤلم ويوجع القلب أنا ما اطلع على قضيته على حالته منطقة المجمعة الشمالي الأب أنس بيعيل أكثر من 20 فرج يعني الأب لا يعمل المنطقة أصبحت فيها كساد تجاري معظم أهل المنطقة بيعيشوا على قضايا الشاحنات لما كسد السوق ابتدأ الكل يعمل على قضايا البسطات أنس عنده حوالي تقريبا خمس أطفال هو زوجته سبعة بيعيل أسرة كمان أبو اللي ما بيشتغل نفس الوقت عنده زوجتين متزوجتينتين وعنده حوالي 14 فرد لذلك احنا بنقول عملية هي سرقة للقمته لعائلة كاملة إيش المقاييس اللي عادة بتقوم فيها مراقبة الأسواق ولا بلدية إربد لما تقوم بعملية السيطرة على مجموعة مجموعة سواء كان بسطاته البسطات الصناديق مثلا اللي بتم اختيار أفضل شيء وتم عملية من ثم مصادرت أنه بعث اللجهة غير معلومة الشخص كان يحاول جاهد على أساس أنه يجد لقمة العش وإحنا بتعرف السيد محمد ظروف الاقتصادية بالبلد ظروف سيئة على الكل ومطلوب مننا إحنا كلياتنا أنه نشتغل ونعمل هو ما طلع ولا رجع للجريمة ولا حاول أنه يسرقه وحاول أن يشتغل بجهده وتعبه لكن تم سرق الجهده وتعبه ودفعه لقضية لعملية الانتحار إذا بتذكروا السيد محمد قبل حوالي شهر لمزار جلالة الملك مؤتمر انعقده هنا بعمان عن دور البلديات والتنمية المستدامة كانت فيه له كلمة حقيقية كان لازم تأخذ فيها البلديات دور مش مجرد أنها تعقد فقط المؤتمرات وتقوم بعمل مجرد شعارات كان لابدنا عندما طلب جلالة الملك أنه يكون فيه عندنا ربط ما بين التنمية والتشغيل كدور جديد وناجي جديد للبلديات هنا منشوف الحالة اللي وصلنا لها إنه لا إحنا منسترق لإنسان يقوم بالعمل نسترق إنه منحاول نرصده منحاول إنه نستلب حتى حريته أثناء عملية البيع والشراء هو ما بسرق وبالتالي إذا عرفنا كمان في قضية كثير مهمة السيد محمد سبق ناقشناها من خلال المنبر السنة الماضية أثناء قضية العفو العام إنه عداد كبيرة من السجناء اللي عادة بخرجوا من السجن ما لهم مصدر عيش لذلك يجدوا أمامهم سهل جدا إنهم يقوموا بعملية إنه يجيب بسطة ويترزق منها قبل أربع سنوات بلتقي واحد ببيع بسطة شو بتستفيد من إشي لاي مكونات وخمسة ست دنالير شو العائد إلك وعائلتك يجد إنه أنا بدي أشتري خوبز لما كان سعر كيلو الخوبز 20 دينار 20 كرش عفواً كان يشتري أربع لأنه فطورهم غدائهم عشاهم بقية بقايا البندورة ومن ثم الخوبز اللي موجود لذلك ما في شيء إنهم بلتحفوا بس الأرض حتى إنهم يكون لهم مصدر رزق أجي أنا كدوري كبلدية الدور اللي أسمع إلى إنها تقوم تفعيل دور خدمة المجتمعات لأنه قادمة من المجتمع قادمة من الناس اللي موجودين على الأرض وبالتالي لازم يكونوا لها دور أقرب لازم يتفعل هي مشاريع موجودة مش تحاسب الناس وترصدها وتم عملية بعدين أخذ وسلب الناس رزقهم اللي يقوموا فيه وبعدين نصل لنتيجة إنه وصل لمرحلة الياز لما تجد إنه انتحر أنس الساعة سبعة صباحا ولي وجد جثه وهو معلق أولاده كيف المشهد بدي يكون عندهم كيف بدي يفصل لهم إياه عالز زمن احنا بنحكي عن قضية اجتماعية نحكي عن قضية أمنية بتم البلد والكل ما أعني فيها لذلك احنا نتمنى يكون فيه دور حققوا رؤية جلال سيدنا لما كان يعكي على قضايا تفعيل دور البلديات مش بس عملية الجباية وفقط نعم طيب أنا بدي تسمح لي هون اليوم البسطات بتشوفها حل لأنه احنا متعامل مع جزء من من يخرج من السجن أو من مركز الإصلاح والتأهيل شباب باحثون عن عمل هذا الحل اليوم بيد البلديات توفير مناطق البسطات و جعلها مناطق مسموح فيها التعامل مع هذا الموضوع مناسب غير مناسب يفي بالغرض لا يفي بالغرض يا سيدي تغريد الدولة الرئيس ما يتعلق بأسواق متعامة جانية مفهوم عام احنا كيف ممكن انه نقربه كيف ممكن احنا ننقله لأرض الواقع بحيث تنجع القصة نفس المفهوم قبل سنوات تم طرحه و وجدوا في قطعة أرض بعيدة عن منطقة وسط البلد أربعة خمسة كيلو ما حدا رضي انه يروحوا يتواجد فيها لأنهم هم يتواجدوا بمناطق فيها اقتضاظ مناطق فيها سكن خاصة في حركة فيها يعني لو وجدتوا السادة محمد لفوا العالم كله أنا شفتها بقل بروما منظمين عملهم من خلال خيمة وموجودين داخله وبيبيعوا منتجاتهم وفي حراسة و بنفس الوقت بيدفعوا رسوم و بنفسه فيه كاميرات إذا أنا كنت خايف عليهم منهم أمنيا أنا فيه كاميرات بتراقبهم وبالتالي أنا بحقق أكثر من غرض بس أنا لازم أفعل دور إنه الإنسان يكون في عنده كسب لمنتجاته إنه يشتغل بتعبه بإيده ما يتوجه للجريمة ليش أنا بحاصل للإنسان و بحطه بزاوية وبعدين بلحظة معينة وقول ليش الجريمة كثرت أو زادت أو كذا ما في فرص عمل إليهم غير هالمكان آه بالذات وبالتالي هي رسالة لدولة الرئيس إذا كانوا معنيين حقا إنه بعلوا هالمشكلة إنه يجدوا مكان قريب مكان يرضو كمان عنه الناس مكان اللي يقدر واحد فوت ويشتري من عندهم لأنه كل منتجهم هم زي ببيعوا مبالغ بسيطة مبالغ بحسوا حالهم إنه أنا بدي أشتغل حتى أرضى عن نفسي أنا بدي أفوت على أولادي مين بنتظر عادة أي شخص المفوت على البيت بنتظر الأب من ابنه إنه حقق له طلبات من يمتحقق له طلباته مدام هو قبل على نفسه هي عبارة عن رسالة توبة لما أنا بخرج من السجن و بكون في مكان معين و قمت بعمل أنا رسالة توبة بدي أشتغل بدي أعيش لكن أنا ما بقدر كمان نفس الوقت أعمل عليه رصد لبضعته و رصد لتصرفاته و لسلوكه و مراقبة الأسواق على أي أساس بتقوم بعملية المصادرة لا بد تكون فيه جهات تانية معنية أنا بحط أساس معينة و من ثم عندهم سلطة مطلقة إنهم يأخذوا أي شيء و يتم عملية مصادرته ما هي راس ماله و حتى مش راس ماله كمان بالنسبة لأناس اللي بيشتغل على البكاب ما أخذوا الدين بلاي تداول ألفين دينار و بيدفعوا بالأقصات و حياته أقصات الرجل بدي يعيش ولذلك عنا ليش ما نعطيها الفرصات يعني نحتاج إلى جدية واقعية عملية فيما غرض به رئيس الوزراء و علينا أن نتابع هذا الملف حتى لا يتكرر المشاهد أكيد و خاصة أنه المناطق اللي بتتكرر فيها المشاهدي دائماً مناطق مقتضة بالسكان لا توجد فيه خدمات نتمنى على أرض الواقع تكون بس وجود برنامج و خطة صح مربوطة على أرض الواقع مش مجرد من أن نفتح أسواق بعيدة واضح مصر عبدالله أشكرك أشكرك شارك من تحضرناك مشاهدينا إلى هنا وصلنا لختام حلقة الليلة ننتقي غداً تصبحنا في خير شكراً للمشاهدة